تدريبات كتاب الامتحان على الوحدة الثانية للدرس الأول، الطاقة، مصدرها وصورها أولاً سئلة الكتابة درسي واحد، اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات الماضية واحد، مصدر الطاقة الدائم الذي لا ينضب البترول، الشمس، التفاعلات النووية، الفحم طبعاً إيه؟ براف، رقم با الشمس، مصدر طاقة دائم اثنين، الطاقة الميكينيكية تساوي مجموعة تقطاي طبعاً إيه؟ الوضع بالحرك، صح رقم G ثلاثة، جسم وزنه 20 نيوتن على ارتفاع خمسة متر تكون طاقة وضعه نوأة جو طيب، هنستعمل مجموعة الكونين لنحل بهالمسائل الطاقة في الوضع بتساوي إيه؟ الوزن في الارتفاع أنا عندي الوزن كام؟ 20 نيوتن والارتفاع خمس يبقوا 20 في خمسة تساوي كام؟ 100 جول يبقى رقم إيه؟ رقم با أربعة، جسم كوتلاته اثنين كيلو جرام، يتحرب بسرعة أربعة متر على الثانية تكون طاقة حركته نوأة جو طيب، طاقة الحركة تساوي إيه؟ نص الكوتلة في مربع السرعة يبقوا النص في كوتلاته اثنين في مربع سرعاً إيه؟ يعني أربعة أستثنين يعني أربعة فأربعة ساوي كام؟ ستتاشر نص في اثنين بواحد، الواحد ستتاشر ساوي كام؟ ستتاشر جول يبقى رقم إيه؟ رقم آل خمسة، تختزن طاقة كيميائية في بطارية السيارة، الزومبورك المجدود، الثوكل عند رفع الأعلى ما صبح السيارة، طبعاً بطارية إيه؟ بطارية السيارة يبقى رقم آل ستة، عند زيادة المسافة التي ارتفعها الجسم عن سطح الأرض إلى الضعف، تزداد نقط المسافة وطاقة الوضع إلى كتردية، بمعنى لما يزيد المسافة أو الاتفاع إلى الضعف، تزداد طاقة الوضع أيضاً إلى الضعف يبقى رقم إيه؟ رقم جي ثانين، تلجأ الدول المتقدمة إلى استغلال أكثر للطاقة الصادرة من الشمس ومن الرياح ومن حركة المياه فسر هذه العبارة لأنها تكون رخيصة وغير ملوثة للبيئة ثلاثة، قارن بين التقطي، الوضع والحركة لجسم الماء طاقة الوضع هي الطاقة المختزنة بالجسم التي تجد شغل مبزول عليه توقف على الوزن والارتفاع واحدة قياسة الوضع هي الجول توقف الحركة الشغل المبزول أثناء حركة الجسم توقف على الكتلة وسرعة الجسم واحدة قياسة طاقة الحركة هي الجول ثانياً أسئل كتاب الامتحان رقم واحد أكتب المستهل العلمي أدال على كل عبارة من العبارات القتية واحدة، حاصل ضرب الكوة في الإزاحة براف الشغل اثنين، المقدرة على بازل شغل أو إحداث تغيير صحة الطاقة ثلاثة، الطاقة المختزنة بالجسم نتيجة الشغل المبزول عليه صحة الطاقة الوضع أربعة، الشغل المبزول أثناء حركة الجسم طاقة الحركة خمسة، مجموعة قطي الوضع بالحركة الجسم براف، الطاقة الميكانيكية الطاقة الميكانيكية اثنين، اخدر الإجابة الصحيحة مما بين إجاباتهم أعطاء واحد، الشخص الذي نقط يبزل شغلاً يدفع حائطاً طبعاً هنا ما تحركش، يبزل شغل يلعب بالكرة طبعاً يلعب ايه؟ بالكرة لأنه هنا ايه؟ كرة بتتحرك يبقى رقم باء اثنين، وعد القياس الشغل طبعاً ما في القياس الشغل ايه؟ الجول يبقى رقم دا ثلاثة، من مصادرة الطاقة النظيفة غير الملوثها للبيئة طبعاً الرياح مصادرة المياه يبقى رقم باء الرياح أربعة تزداد طاقة الوضع المختزنة داخل الجسم عندما نقط طاقة الوضع توقف على ايه؟ على الوزن والارتفاع يبقى لما يزد الوزن هتزيد طاقة الوضع او يزداد مين الارتفاع طبعاً هنا ايه؟ تزداد سرعته؟ طبعاً لا يزداد وزنه طبعاً إيابة صحيح في رقم باء خمسة طاقة الوضع لجسم تصبح صفر عنده؟ طبعاً لما يوصل ايه؟ لسطح الارض يبقى تساوي ايه؟ تساوي صفر يبقى رقم باء ستة طاقة وضع جسم عند قمة جبل نقط طاقة وضعه عند سطح الارض كل ما زود الارتفاع بيتزيد طاقة الوضع يبقى تكون ايه؟ اكبر من يبقى رقم عالف سبعة اذا زادت سرعة جسم للضعف مع ثبوت كتلاته فإن طاقة حركته طبعاً يا لقم عالقة ترضية لما السرعة تزيد للضعف تطلع حركة تزداد الى اربع امسات لان هنا ايه؟ السرعة مربع السرعة يبقى رقم ايه؟ رقم جيمة تزداد لاربع مثال تمانية جسم كتلاته خمسة كيلو جراء تحرك بسرعة عشرة مرتها على الثانية فإذا نقصت كتلاته الى النصف مع ثبوت سرعته فإن طاقة حركته تصبح نقعة جول طيب الاول هنجيب مين؟ طاقة الحركة طاقة الحركة بتساوي ايه؟ نص الكتلة في مربع السرعة طيب الكتلة هنا كام؟ خمسة لما تقل له النص يبقى كام؟ يبقى قول نص في اتنين ونص في مربع السرعة يعني عشر في عشر تساوي كام مية؟ طيب نص في اتنين ونص في مية بلا الحزب تساوي مية خمسة وعشرين جول يبقى رقم ايه؟ رقم جيمة تسعة عند سكوت جسم رأسية من مكان مرتفع تكون طاقته من ميكانيكية عند اي نقطة قبل وصوله الى سطح الارض عبارة عن طاقة حركة وضع ألف وباء معا طبعا تكون ألف وباء معا تكون طاقة وضع طاقة ايه؟ حركة عشرة عند اكثر ارتفاع بيصل اليه الجسم تنعدم طبعا تنعدم من طاقة الحركة يبقى رقم ايه؟ رقم باء عشر عند جسف جسم رأسيا الاعلى تقل لسرعاته تدريجيا تزداد سرعاته تدريجيا تقل لطاقة وضعه تدريجيا تزداد طاقة حركته طاقة L من سرعاته تدريجية رقم عالف عشر في الشكل المقابل ايه من مياتي صحيح عالف طاقة وضع الكرة B اكبر مما الكرتين C و A هي اكبر من C لكن اقل من A يبقى غلط باء طاقة وضع الكرة A اكبر مما الكرتين C و B طبعا رقم باء هي اللي صح لانها اكثر ارتفاع اتنين عند سكوت الكرات تكون طاقة حركة الكرة نقطة لحظة وصولها لسطح الارض اكبر مما لباقي الكرات A ولا B ولا C طبعا هتكون A لان الطاقة الميكانيكية لإيه بتكون اكبر من B و C وبالتالي الطاقة الميكانيكية لحظة وصولها لسطح الارض هتساوي طاقة A طاقة حركة ثلاثة اذكر العلاقة الرياضية التي تربط بين كل من واحد الشغل والكوة الشغل بتساوي ايه الكوة في الازاح اتنين طاقة وضع جسم وارتفاعه عن سطح الارض هم طاقة وضع بتساوي ايه الوزن في الارتفاع يبال طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع ثلاثة ثلاثة وزن الجسم وكتلته هم وزن الجسم وزن الجسم وزن الجسم بساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الارضية اربعة طاقة حركة جسم وكتلته وانطاقة الحركة تساوي ايه اهو تساوي نص الكتلة في مربع السرعة خمس طاقة حركة جسم وسرعته ايضا ايه طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع مين في مربع السرعة طيب ستة كتلة جسم متحرك وسرعته على الكتلة كتلة بتساوي ايه اتنين طاقة الحركة على مربع مين على مربع السرعة سبعة الطاقة الميكانيكية لجسم وطاقتي وضع وحركة الطاقة الميكانيكية بتساوي مجموع طاقتي الوضع والحركة اربعة اكمل البرارات الاتية بمناسبة واحد الجول يساوي نقط في متر يساوي ايه براف نيوتين في متر تساوي نيوتين في متر اتنين اذا كان الشغل المبزول على صندوق الازاحاته اتنين متر يساوي ربعمائة جو فان المقدار الكوة اللازمة لبازل هذا الشغل تساوي النقط نيوتين الكوة بتساوي ايه الشغل المبزول على الازاحة او المسافة يعني بتساوي كام ربعمائة على اتنين تساوي كام ميتين نيوتين يبقى ميتين نيوتين تلاتة اذا اثرت كوة مقدارها ميتين نيوتين على سيارة ولم تحركها من مكانها فان الشغل المبزول عليها يساوي طبعا يساوي ايه يساوي سفراء اربعة للطاقة صور متعددة منها نقط ونقط طاقة مين طاقة الحركة والطاقة الكهربية وطاقة الوضع والطاقة الميكينيكية خمسة من مصادر الطاقة الكهربية برافا الرياح والشمس الشمس عن طريق الخلايا ايه الشمسية والرياح عن طريق مولادة مين الرياح ستة تقدر الكتلة بواحدة مين براف بواحدة الكيلو جرام بينما يقدر الوزن بواحدة النيوتين سبعة طاقة وضع الجسم تساوي نقط في نقط تساوي ايه وزن الجسم وزن الجسم في الارتفاع واحدة القياسها طبعا ايه براف الجول تمانية توقف طاقة وضع الجسم على نقط ونقط على الوزن وايه والارتفاع صحي يعني الوزن الجسم والارتفاع تسعة طاقة الحركة بتساوي نصف نقط في مربع نقط يبقى نصف ايه صحي على الكتلة في مربع السرعة عشرة تزداد طاقة حركة الجسم بزيادة اي من نقط او نقط صحي الكتلة او مين او السرعة هداشر عند اكثر تفاعل الجسم تكون طاقة الميكانيكية مساوية لطاقة صحي الوضع يبقى وضع فقط لان طاقة الحركة بتساوي صفر بينما تكون مساوية لطاقة نقط فقط لحظة وصوله الى سلح الارض طاقة حركته اتناشر فيه منتصف المسافة الرأسية بين نقطة سكوت جسم وسطح الارض تكون طاقة نقط الجسم مساوية طاقة نقط طبعا طاقة وضعه مساوية طاقة مين حركته تلاتاشر الثمرة موجودة فوق غوصنا الشجرة تختازن طاقة نقط تتحول الى طاقة نقط عند سكوت طاقة ايه واضع صحي تحول الى طاقة حركة عند سكوت خمسة اختر من العمود بي ما يناسب العمود ايه وقعد كتابة العبارات كاملة رقم واحد الطاقة الميكانيكية صح طاقة الواضع زائل طاقة الحركة برقم ثلاث اتنين طاقة الواضع براف رقم اربعة وزن الجسم في الارتفاع برقم اربعة ثلاثة طاقة الحركة رقم ستة كوزة الجسم في الارتفاع اربعة الشغل مع رقم واحد الكوة في الازاح خمسة الوازن مع رقم اتنين لا كتابة الجسم في عهد الجاذبية رقم اتنين رقم اتنين واحد الطاقة براف رقم اربعة واحد القياسة الجهول لا يبقى واحد مع اربعة اتنين الكتلة الكيلو جرام يبقى ثلاثة ثلاثة الوازن نيوتن سبعة اربعة الارتفاع مع رقم خمسة المتر رقم خمسة خمسة السرعة مع رقم ستة متة على الساني بستة ستة عاجل الجاذبية الارضية صح مع رقم واحد متة على الساني تربية ستة ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة او علامة خطأ امام العبارة الخطأ مع التصوير واحد تناسب طاقة واضع الجسم تناسبا ترضيا مع كل من وزنه وارتفاعه عن سطح الارض او عن عبارة ايه واحدة قياس طاقة الحركة هي النيوتن. طبعا هي ايه? الجول. قياس النيوتن. النيوتن واحدة قياس مين? الوزن. ثلاثة تقل طاقة الوضع المختزنة بجسم بزيادة وزنه. طبعا ايه? عبارة خطأة. تزداد طاقة الوضع. اربعة. كلما ازدادت قتلة الجسم متحرك ازداد مقدار الشغلة اللازم الاقاف. لغة ارضية. ايبارة صحيح. خمسة تتناسب طاقة حركة جسم تناسبا عكسيا مع كتلته وترضيا مع مربع سرعته. طبعا تناسبا ترضيا مع كتلته وكمان ترضيا مع ايه? مع مربع سرعته. يبارة خطأة. ستة. طاقة حركة الجسم الساكن تساوي صفر. يبارة صحيح. سبعة. تزداد طاقة حركة جسم للضعف عند زيادة سرعته للضعف. تزداد لاربع عمسل. يبارة خطأة. تمانية. عند قاسف جسم رأسيا لاعلى. تزداد طاقة وضعه وتقل طاقة حركته. عبارة صحيحة. طب ليه? لان هنا السرعة بتقل والارتفاع بيزين. تسعة. طاقة الوضع لجسم عند اكثر ارتفاع تساوي طاقة حركته. لحظة وصوله تساوي الارض. طبعا ايه? عبارة صحيحة. يعني الاتنين بيساوي بعض. سبعة استغرج الكلمة او العبارة غير المناسبة ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات او العبارات. واحد. الشغل القوة الازاحة طاقة الحركة. براف. طاقة الحركة. ايه الربط بينهم? الشغل يساوي الكوة في الازاحة. اتنين. التفاعلات النووية. الغزاء. الوزن. الشمس. الوزن. مصادر الطاقة. ثلاث. الوزن الكتلة. الازاحة عجلة الجاذبية. الازاحة. الوزن يساوي الكتلة في عجلة الجاذبية. اربعة. طاقة الوضع. مربع السرعة الارتفاع الوزن مربع السرعة. تاقط الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع. خمسة السرعة الوزن الكويتلة طاقة الحركة صح الوزن. طاقة الحركة بتساوي نص الكويتلة في مربع السرعة. ستة الطاقة الميكينيكية. الطاقة الكيميائية. طاقة الوضع. طاقة الحركة. الطاقة الكيميائية. الطاقة الميكينيكية بتساوي مجموعة طاقة الوضع والحركة. 8- علما يأتي 1- تشابه دور الوقود داخل السيارة مع دور الغذاء داخل جسم الكهن الحي لأن احتراق كل منهما بينتج عنه طاقة تمكن كل منهما من بزل شغل 2- يفضل اعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر للطاقة لأنها رخيصة وغير ملوثة للبيئة 3- اختلاف قيمة وزن الجسم عن قيمة كتلته لأن الوزن يساوي الكتلة في عاجل الجسم الأرضية 4- زيادة طاقة وضع الجسم بزيادة وزنه لأن العلاقة بين طاقة الوزن والوزن على علاقة أرضية 5- تقل طاقة وضع الجسم تدريجيا أثناء سكوته لأن الارتفاع الجسم يقل تدريجيا 6- طاقة وضع جسم ساقطة لحظة وصوله إلى سطح الأرض تساوي 0 لماذا؟ لأن الارتفاع الجسم عن سطح الأرض في هذه اللحظة تساوي 0 لأن الارتفاع تساوي 0 7- عند توقف الجسم متحرك تصبح طاقة حركته 0 لأن سرعة الجسم تساوي 0 تساوي 0 تحركة تساوي إيه؟ نص القطلة في مربع سرعة 8- يزداد الشغل اللازم لإقاف السيارة كلما ازداد سرعة لأن كلما ازداد سرعة السيارة تزداد طاقة حركتها وبالتالي يزداد الشغل اللازم لإقافها 9- يسعب إقاف القطار السريع بشكل مفاجئ لأن بزيادة السرعة تزداد طاقة الحركة ويزداد الشغل اللازم لإقافه 10- تزداد طاقة حركة الجسم أثناء سكوته بالرغم من سبات كتلته نتيجة لزيادة سرعته وتطلح حركة تتناسب ترضية مع مربع سرعته 11- عند أكثر ارتفاع بيصي إليه جسم مكزوف الأعلى فإن الطاقة الميكانيكية تساوي طاقة الوضع فقط ليه طاقة وضع فقط ليه؟ لأن الطاقة الميكانيكية بتساوي مجموع طاقتين الوضع والحركة وعند أكثر ارتفاع بتكون السرعة تساوي صفر وبالتالي طاقة الحركة تساوي صفر 12- الطاقة الميكانيكية الجسم يتحرك في مجال الجزبية الأرضية مقدار سابت لأن النقص في طاقة الوضع يساوي الزيادة في طاقة الحركة والطاقة الميكانيكية في أي لحظة تساوي مجموع طاقتين الوضع والحركة 13- بالرغم من تناقص طاقة وضع الجسم أثناء سكوته إلا أن طاقته الميكانيكية تزل سابتة لأن النقص في طاقة الوضع يساوي الزيادة في طاقة الحركة 14- لا يمكن أن تزداد قيم طاقة حركة الجسم عن قيم طاقته الميكانيكية لأن الطاقة الميكانيكية تساوي مجموع طاقتين الوضع والحركة 9- ما المكسور بكل من الطاقة المقدرة على بعض الشغل أو إحداث 10- تغيير 12- طاقة الوضع 12- الطاقة المختزلة بالجسم نتيجة شغل مبزول عليه 13- طاقة الحركة 13- الشغل المبزول أثناء حركة الجسم 14- الطاقة الميكانيكية مجموع طاقتين الوضع والحركة 14- ما المعنى القول لنا أن رغم واحد طاقة وضع جسم تساوي 20 جول أو استعريف أي أن الطاقة المختزلة بالجسم نتيجة شغل المبزول عليه تساوي 20 جول 12- الطاقة المختزلة بالجسم نتيجة شغل المبزول عليه تساوي 100 جول أي أن طاقة الوضع تساوي 100 جول 13- طاقة الوضع تساوي 100 جول 13- وزن جسم 500 نيوتن يجب أن تعرف الوزن 14- حاصل ضرب كل الجسم في العادة الجاذبية تساوي 500 نيوتن أو 15- قوة جذب الأرض للجسم تساوي 500 نيوتن 14- طاقة وضع جسم تساوي 0 أي أن إيه؟ أي أن الجسم موضوع على سطح الأرض 5- جسم طاقة وضعه 80 جول على ارتفاع 10 متر يبقى عاوز إيه؟ يبقى عاوز هنا الوزن الوزن يساوي طاقة الوضع على ارتفاع 80 على 10 تساوي 8 نيوتن 6- طاقة حرك الجسم تساوي 50 جول أي أن الشغل المفزول أثناء حركة الجسم تساوي 50 جول 7- طاقة حرك الجسم كتلته 10 كيلو جرام تساوي 0 أي أن الجسم في حالة سكون 8- الطاقة الميكانيكية لجسم متحرك تساوي 500 جول أي أن مجموط قطيل وضعه على حركة تساوي 500 جول 11- ماذا يحدث في الحالات الآتية؟ 1- إذا لم يتناول الإنسان الغذاء لفترة طويلة فهو يحصل له إيه؟ لن يحصل على الطاقة وبالتالي لن يتمكن من القيام بالأنشطة الحيوية ويموت من الإنسان 2- نقص القوة للنصف 3- وزيادة الإزاحة للضعف بالنسبة للشغل المبزول طيب الشغل علاقة ترضية مع الكوة ومع الإزاحة هنا الكوة قلت للنص يبقى الشغل يقل للنص؟ والإزاحة زادت للضعف الشغل هزاد للضعف طيب قبل كده قال للنص يبقى أروح مع بعض يبقى تظل إيه؟ تظل سابتة 3- سكوت جسم من مكان مرتفع بالنسبة لكتلته طبعا الكتلة إيه؟ تظل سابتة لا تتغير 4- تضاعف وزن الجسم بالنسبة لطاقة وضعه إلى علاقة ترضية يبقى يزداد أيضا للضعف يبقى يزداد للضعف 5- زيادة كتل الجسم إلى الضعف ونقص ارتفاعه عن سطح الأرض للنصف بالنسبة لطاقة وضعه طبعا تظل إيه؟ تظل لطاقة وضعه سابتة طب ليه؟ طاقة الوعدة ترضية مع الكتلة أو مع الوزن وكمان ترضية مع الارتفاع لما الكتلة تزد الضعف يبقى هتزد للضعف طيب ودفع المقل للنص؟ هتقل للنص قبل كده هتزد الضعف يبقى يبقى تظل إيه؟ تظل سابتة ستة نقص قتلة جسم متحرك إلى النصف بالنسبة لطاقة حركته يبقى تقل إيه؟ تقل للنصف أيضا تقل للنصف سبعة تضاعف صورة جسم متحرك بالنسبة لطاقة حركته هنا بقى السرعة مربحة بقى يبقى تزداد تقل الحركة إلى أربع أمثالها أربع أمثالها تزداد الأربع إيه؟ أمثالها ثمانية زيادة سرعة جسم إلى الضعف ونقص كتلتهم للنصف بالنسبة لطاقة حركته؟ طيب خطوا خطوا كده زيادة السرعة للضعف يبقى تحركها هتزيد أربع أمثالها طيب الكتلة متقل للنص؟ تقل للنص طيب قبل كده هتزيد أربع أمثالها يبقى نصف أربعة يبقى أتنية يبقى تزداد لإيه؟ تزداد للضعف تزداد للضعف تسعة رافع كرة الأعلى بالنسبة للشغل المفزول عليه رافع الكرة طبعا هنا بيختزن الشغل المفزول في سورة إيه؟ في سورة طاقة واضعة وكل مزود الارتفاع تزداد طاقة الوضع كل مزود الارتفاع تزداد طاقة الوضع يبقى هنا رافع الكرة الأعلى بالنسبة للشغل المفزول بيختزن على هيئة إيه؟ على هيئة طاقة واضعة عشرة سكوت جسم من أعلى بالنسبة للقطاي وضعه وحركته تقل طاقة الوضع تدريجياً وتزداد طاقة الحركة والنقص في الوضع يسوي الزيادة في طاقة الحركة ثاني تقل طاقة الوضع التدريجياً وبنفس المقدار تزداد طاقة حركته تعالى شوف بقى مسائل مسائل متنوعة رقم واحد احسن مقدار الشغل المفزول لتحريك جسم بقوة مقدارها خمسة نوتن لمسافة عشر متر الشغل يسوي ايه؟ الكوة في الإزاح يبقى خمسة في عشرة تساوي كام يساوي خمسين جول يساوي خمسين جول اثنين احسن مقدار إزاحة جسم عندما تؤثر عليه كوة مقدارها خمسة وعشرين نوتن ويكون الشغل المفزول لتحريكه خمسة ومية جول طيب الإزاحة بتساوي ايه؟ الشغل المفزول على مين؟ على الكوة يبقى قول خمسة ومية على خمسة وعشرين يساوي كام عشرين متر ثلاثة كرة معدنية كتلتها أربعة كيلو جرام كزفات الأعلى للارتفاع ستة متر احسب طاقة واضع الكرة عند أكثر ارتفاع تصل إليه طيب طاقة الواضع بتساوي ايه؟ بتساوي الوزن في الارتفاع حسنا، هل kol موجود؟ يبقى جمعมา قانون الوزن بيساوي الكتلة في عد الجذبية طيب الكتلة كام بيديها ليه؟ اربعة يبقى أربعة في عد الجذبية ten يبقى تساوي كام ؟ اربعين نوتن بدا الوزن جبنا طاقة تصوي ايه؟ الوزن في الارتفاع يعني أربعين فيه التي فإياه كامmel طيب الاربعين في ستة تساوي كام؟ متين واربعين جول اربعة احسب ارتفاع كرة عن سطح الارض. عندما تبقى ان كتلتها خمسة كيلو جرام. وطاقة وضعها عند هذا الارتفاع تساوي ميت جول. طيب اللي ارتفاعه بيساوي ايه? طاقة الوضع على الوزن. بل الوزن مش مجون. يبقى نجيب الوزن الاول. الوزن بيساوي الكتلة العادة الجاذبية. باول خطوة هنجيب الوزن. الوزن بيساوي الكتلة كام خمسة. في عادة الجاذبية عشر. تساوي كام خمسين متر. قد اجيب الارتفاع. يساوي الارتفاع. طاقة الوضع على الوزن. طيب طاقة الوزن بلدها لكام? مية. يبقى مية على الوزن خمسين جبناه. يبقى مية على الخمسين. تساوي كام اتنين متر. خمسة احسب وزن الجسم الذي تصبح طاقة وضعه تمانية وتمانين جول. على ارتفاع حداشر متر. هذا الوزن. بيساوي طاقة الوزن على الارتفاع. طاقة وضع كام؟ تمانين وتمانية. ولو الارتفاع حداشر. تمانين وتمانين على حداشر. يساوي كام? يساوي تمانية. تمانية ايه؟ نيوتن. احسب كتلة الجسم اذا علمت انه يختز نطقة مقدروها خمسة وخمسين جول. على الارتفاع حداشر متر. طيب كتلة بتساوي ايه? بتساوي الوزن على العادة الجزبية. طيب الاول نجيب مين? الوزن يساوي تقتل الوضع الارتفاع الوزن يساوي تقتل الوضع خمسة والخمسين جد الوزن أريد أجيب quiere الوزن يعني بتجهزية بإيه يبقى خمسة على عترة جسم كتلته teorية 10 DP اربعة متر من سطح الارض احسد طوال الجسم طوال الوضع بتساوي ايه الوزن في الارتفاع طب الوزن مش موجود الاول اجيبه من هن الكويت اللي هنجي الجاذبية يبقى الوزن بيساوي عشرة في عيد الجاذبية كام عشرة ساوي كام ميت ميتين قد اجيطة الوضع طوال الوزن بتساوي الوزن في الارتفاع يبقى مية في الارتفاع اربعة يساوي كام ربعمية جول بي طاقة وضع الجسم عند زيادة وزنه للضعف وخفض ارتفاعه للنصف حسنا نشوف الوزن لما زل للضعف هو الاول كام عن دينية يبقى متي و اتفاع يقل للنصف كاربعة يبقى كام يبقى اتنية ساوي كام ربعمية جول طيب وماذا تستنتج من ذلك؟ ان الطاقة الوضع تظل كما هي لتنسبة تنسبة ترضية مع كل من وزن الجسم وارتفاعه عن سلح الارض تمانية احسب كتل الجسم تحرك بسرعة خمسة متعة على الثانية اذا كانت فقط حركته خمسمائة جول طيب هنا الكتلة بتساوي ايه اتنين حركة على مربع السرعة تساوي اتنين حركة على مربع السرعة طيب اتنين حركة يبقى اقول اتنين في حركة كام خمسمية. على مربع سرعة عن ايه? يعني خمسة قسة اثنين. يعني خمسة في خمسة. تسوي كام? خمسة وعشرين. طيب اتنين في خمسمية بالف. الف عن خمسة وعشرين تسوي كام? اربعين كيلو جرام. تعويض مباشر. مساء سهل وبسط جيل. تسعة. احسب سرعة جسم كتلاته عشرين كيلو جرام. وتاقط حرقته متين وخمسين جول. اهو. ادى السرعة. الاول هنجيب مربع السرعة. مربع سرعة تسوي ايه? اتنين طقط الحركة على الكواتلة. يبقى اتنين في طاقة الحركة كام? متين وخمسين على عكواتلة كام? عشرين. يبقى اتنين في متين وخمسين على عشرين. تساوي كام? تساوي خمسة وعشرين متر على الثانية. بس كل استيبنيا. لان هنا بتكلم على مربع السرعة. اتي功 عايزين نجيلوا السرعة? بس.اجيber تساوي ايه? الجزر التربيعي. خمسة وعشرين سو كام? خمسة متر على الثانية. سو كام? خمسة متر على الثانية. بقى الحزب. عشرة جسم كتلته تمانية كيلو جرام. تحرك بسرعة خمسة متر على الثانية. احسن. رقم الف طاقة حركة الجسم. ونطقة حركة سو ايه? اهو. نص الكتلة في مربع السرعة. يبقى نص. نص في كتلة كام? تمانية. في مربع السرعة يعني خمسة في خمسة. سو كام? خمسة وعشرين. طيب نص في تمانية باربعة. الاربعة بخمسة وعشرين سو كام? ميت جول. بقى. طاقة حركة الجسم عندما تتضاعف سرعته. وماذا تستنتج من ذلك? طيب سرعة عنده كام? خمس. تضاعفه بكام? يبقى كام عشرة. يبقى نص في تمانية. في عشر قسة اتنين. يعني عشرة في عشر. بكام? بمية. طيب نص في تمانية باربعة. الاربعة في مية سو كام? ميت جول. استنتج ايه? ان طاقة الحركة يزدد لكام لاربع امثالها. زدد لكام اربع امثال كلمتها. تداشر. احسب كرة الكرة التنس طولة. سرعتها تلاتين متة على الثانية. علم بان طاقة حركتها تساوي طاقة حركة كرة بولنج كتلاتها سبعة ونص كيلو جرام. بتتحرك بسرعة ستة متة على الثانية. يبقى الاول نجيب مين? طاقة حركة كرة البولنج. بتتحركة بتساوي ايه? نص الكتلة في مربع السرعة. يبقى نص فيه. الكتلة كام? سبعة ونص فيه. كمية مربع السرعة يعني ايه? يعني الستة في ستة. بكم؟ بستة وتلاتين. يبقى فيه ستة وتلاتين. يساوي مية خمسة وتلاتين جول. تغطي الحركة كرة مين? البولنج. كمان هتكون تغطي الحركة الكرة التنس ما هو ان الاتنين زي بعض. اقدر اجيب الكتلة? الكتلة بتساوي ايه? اهو. بتساوي اتنين تغطي الحركة على مربع السرعة. يعني بتساوي اتنين في مية خمسة وتلاتين على. السرعة كام? تلاتين. ما اربح يعني ايه? يعني التلاتين في تلاتين. تلاتين في تلاتين. بالألحظ. ده ساوي كام? تلاتة من عشرة كيلو جرام. ساوي كام? تلاتة من عشرة كيلو جرام. اثنشر. احسب الطاقة الميكينيكية لجسم متحرك ازا علمت ان طاقت حركته اربعين جول. والطاقة وضعه تلاتين جول. الطاقة في ميكين تساوي مجموع طاقتويل وضع والحرك يبقى قول اربعين زائد تلاتين تساو كم سبعين جول? تلات عشر احسب طاقت حر الجسم اذا كان طاقته الميكينيكيت خمسين جول. وطاقة وضعه تلاتين جول. ت Lindsey. الطاقة الميكينيكية نائز طاقة الوضع يبقى قول خمسين. نائز. تلاتين تساو كم? عشرين جول. لأ. اربعة عشر. ازا علمت. ان طاقة والعي جسم عند اكسر ارتفاع يصل اليه تساوي ربعمائة جو. بيتساوي ربعمائة جو. احسن. الطاقة الماكينيكية له الجسم. طبعا هتساوي كام? ايضا ربعمائة جو. لان بتساوي طاقة الوضع فقط عند اكسر ارتفاع. بقى. طاقة العي العنية عند منتصف المسافة الرؤسية بين اكسر ارتفاع وسطح الارض. طبعا نص فربعمية تسوي كم? متين جول. طاقة حركة الجسم لحظة وصوله لسطح الارض. طبعا الطاقة الميكينيكية تسوي طاقة الحركة تسوي كم? ربعمية جول ايضا. خمستاشر. سكت الحجر كتلته خمسة كيلو جرام. رأسية من ارتفاع تمانية متر. عن سطح الارض. احسد طاقة وضعه وطاقة حركته عنده. الف بداية السكوت. عند بداية السكوت الطاقة الميكينيكية تسوي مين? طاقة وضع فقط. لان الجسم بيكون في حالة سكون. يبقى طاقة حركة تسوي ايه? تسوي صفر. طيب طاقة الوضع بتسوي ايه? الوزن في الارتفاع. طيب الوزن موجود? يبقى تجيبه منين? اه. يبقى الوزن بيساوي الكتلة في عائلة الجهازة بي. يبقى قول الوزن. بيساوي خمسة في عائلة الجهازة بي عشرة. خمسين نيوتن. طيب تقتل الوضع. الوزن في الارتفاع يبقى الخمسين في تمانية. صفر خمسة في تمانية بربعية. بقى تساوي ربعمائة ايه? جول. وتقتل الحرجة تساوي ايه? تساوي صفر. صفر ليه? لانه بيكون في حالة سكون. يبقى تساوي صفر. طيب. بقى وصوله لارتفاع اتنين متر. عن سلح الارض. يبقى نعود بقى. تقتل الوضع. بتساوي. الوزن خمسين. واللي ارتفاع اتنين. يبقى يساوي كام? خمسين في اتنين. يساوي ميت جول. هاي. بتقتل الحركة. نعود الناقص في طاقة الوضع. يساوي الزيادة بتقتل الحركة. بتساوي الطاقة الميكانيكية اللي هي ربعمائة. ناقص مية. يبقى قول ربعمائة. ناقص مية. يساوي كام? تلتمية جول. يبقى يساوي كام? تلتمية جول. ستاشر. جسم من كمة مبنى ارتفاع وعشرين متر. هذا المبنى بكله عشرين متر. فاذا كان اتقت حركته عند منتصف الارتفاع متين جول. في النص بالزبط بتقتل الحركة? بتساوي ميتين. طيب ما هي تقتل الحركة هي تساوي تقتل الوضع. يبقى تقتل الوضع زيها بالزبط يساوي ميتين جول. طيب اتفاع كله كام? عشرين. يبقى نص الارتفاع كام? عشر. قد رجيب الوزن? الوزن بيساوي. تقتل الوضع الارتفاع. يبقى الميتين على عشر. تساوي كام? تساوي عشرين نيوتيب. باق. طاقة وضع الجسم عند قمة المبنى. عن طرقين. الطرقة الاولى احنا عندنا في النص بمتين. يبقى اضربها في اتنين. يبقى طاقة الوضع عند اكثر ارتفاع. يساوي اتنين. في متين. يساوي كام? اربعمائة جول. او عشرين في عشرين ربعمائة جول. سبعة وعشر سقط الحجر كتلته خمسة كيل وجرام. يبقى الكتلة. تساوي خمسة كيلو جرام. من ارتفاع تمانية متر. والارتفاع يساوي تمانية متر. احسن. الطاقة الميكينيكية للحجر? طبعا الطاقة الميكينيكيةية تساوي ايه? طاقة الواضع فقط عند اكثر ارتفاع. يبقى الطاقة الميكينيكية تساوي طاقة واضاء. دقت الواضاء بتساوي ايه? نساوي. الوزن في الارتفاع. طيب. الوزن موجود? يعني نجيب الاول وزن الاول. يبقى الوزن. يتساوي خمسة في عشر. يعني بالجهزة بي. ساوي كام خمسين نيتر. ازاقط الواضاء تساوي خمسين في الارتفاع تمانين. ساوي كام ربعمائة جول. يبقى الطاقة الميكانيكية تساوي طاقة الواضاء. يعني ده اكثر ارتفاع. صَوَوَ كَامُ ربعمائة جول. طيب. عاوزين نهس بسرعة الحجر على ارتفاع تلتة متر. من نخلق الارض. طب الاول نجيب مين? طلقة الحركة. الاول هنجيب طلقة الواضع على ارتفاع ثلاثة. وهنشوف الاقل منها قد ايه? هتخذهم مين طلقة الحركة? يعني النقص في طلقة الواضع يسوي الزي الافتقة ايه? الحركة. يبقى طلقة الواضع على ارتفاع ثلاثة. يساوي خمسين الوازن. ارتفاع ثلاثة. سواو كام مية وخمسين جول. يب نقص مئة وخمسين تساوي مئة وخمسين جولة. طيب قدر اجيب بقى مربع سرعة ساوي اتنين هركها عالكوتل. بدي كي نجيب السرعة. يبقى مربع السرعة ساوي اتنين في متين وخمسين على الكوتل كام خمسين. بالحزب. ساوي كام ميت متر على الثانية كل اتنين. اقدر اجيب السرعة الجهاز التربية. الجهاز التربية المية تساوي كام عشرة متر على ايه على السانية. يبقى ساوي كام عشرة متر على ايه؟ على الثانية. ثمانتاشر كذف شخص الكرة كتلتها اربعة كيلو جرام رأسيا لاعلى. واسناء مورها بالنقطة اكس اللي ترتفع اتنين متر عن سطحة الارض كانت سرعتها اربعة متر على الثانية. احسب التقم ميكانيكية للكرة عند النقطة اكس. طبعا التقم ميكانيكية تساوي ايه؟ مجموعة تقطي الوازن والحركة. طيب تساوي ايه؟ اهو الوازن في الارتفاع. طب الوازن موجود الاول نجيب الوازن. يبقى الوازن. يساوي. اربعة في عجلة الجيزة بيه عشر سوى كام? اربعين نوتين. بطبط الوازن. بتساوي. الوازن في الارتفاع. يقعد اربعين. في دفاع كام? اثنين. ساوي كام? تمانين جول. طبط الوازن. طيب عاوزين نبقى نجيب مين؟ طاقة الحركة. فاقط الحركة بتساوي نصف الكويتلة والمربع السرعة نصفكيه الكويتلة كانت ٤ في السرعة زع نصف 09402 الفارض connecting هي تساوي ١١٢ جول Yayalt Karl ساعة عشر احسب اكثر ارتفاع يصل اليه حجر. كتلته اتنين كيلو جرام. علم بان طاقته الميكانيكية اربعين جول. طيب الطاقة ميكانيكية اربعين جول. ازا طاقة الوضع عند اكثر ارتفاع تساوي كم? اربعين جول زيه. ما هو الطاقة الوضع عند اكثر ارتفاع. طاقة تساوي ايه? طاقة الوضع على الوازن. طب الوازن موجود? لا مش موجود. يبقى بيساوي اتنين في عشر. ساوي كم? اشرين نيوتر. يبقى الاتفاع. بيساوي. طاقة الوضع على الوازن. طاقة الوضع كم? كنا اربعين. على. الوزن كم? اشرين. يبقى اربعين على اشرين. ساوي كم? اتنين متر. عشرين. في اشرين المقابل سكت جسم كتلته اتنين كيلو جرام. رأسيا من النقطة ايه? يلا سلحة الارض. احسن. الف. طاقة حركة الجسم لحظة وصوله الى سلحة الارض. طبعا طاقة حركة الجسم لحظة وصوله الى سلحة الارض بتساوي ايه? طاقة واضع الجسم عند النقطة ايه? يبقى ان لما اجيب تغطي الوضع عند النقطة ايه? كأين بالزبط جبت تغطي الحركة عند صحة الارض. طبعا مع بعض يلا. تغطي الوضع بتساوي ايه? الوزن في الارتفاع. الوزن موجود? لأ. يبقى اجيب مين الوزن الاو? يبقى الوزن. تساوي اتنين. عد الجزبية عشر. تساوي عشرين نيوتيب. فتغطي الوضع. تساوي الوزن في الارتفاع. الوزن عشرين. في الارتفاع كله كام? اه. من هنا هنا تماني. يبقى عشرين في تماني. تساوي كام مية وستين جول. يبقى تغطي الوضع عند النقطة ايه? بتساوي مية وستين. ازا الطاقة الميكانيكية بتساوي مية وستين. وطاقة الحركة ايضا عند صحة الارض تساوي كام مية وستين. طيب عشر صليب من اتاني. بقى الطاقة الميكانيكية للجسم عند النقطة بي. انا نتساوي كام مية وستين جول. يتساوي مية وستين جول. لان نتاقد ميكانيكية سبتة في اي لحزة. لان نتساوي مجموعة تقطين الوضع والحرك. جيم. طاقة حركة الجسم عند النقطة بي. يبقى كلها تمانية. ميزان يابقى تمانية عنها ستنين ستة. يابقى عشرين في ستة مية وعشرين جول طيب؟ كانت الاول مية وستين. وبقت مية وعشرين يابقى ازا تقطي الحركة تساو كام؟ مية وستين ناقص مية وعشرين تساو كام؟ يساوي اربعيين جول يابقى تساو كام ؟ اربعين جول. يبقى اذا تقتل الحركة عند النقطة بيتسو كام 40 جوهر ادرس الاشكال التالية سم اجيب عما يالي 1- في اشيك المقابل تم الكاء ثلاث كرات مصمطة ومتمسة الكوتلة والمادة من ثلاث الارتفاعات مختلفة فاحداثة كل منها عمق معين في الرمال المستوية 1- ما نوع الطاقة المختزنة في كل كرة قبل سكدها بشرة برافو 2- اي الكرات تحدث عمق اقل في الرمال مع تعليل اجابتك 3- الكرة رقم ايه تبليه لانها بتكون ايه اقل ارتفاع تقتل الوضع بتكون اقل ليه لان تقتل الوضع بتناسبة ترضية مع الارتفاع وهي موجودة في ارتفاع كام 1 متر يبقى اقول الكرة ايه لان تقتل الوضع اقل لانها بتكون فاقل ارتفاع 2- فيها الشكل مقابل اذا بدأت السيارة حركتها من السكوم عند النقطة ايه بهدف الوصول للنقطة سي 2- اي نقاط تكون عندها رقم واحد تقتل الوضع السيارة تسو سفر طبعا عند وصلها ايه لسلح الارض عند النقطة بي صح 2- طاقت حركة السيارة تسو سفر طبعا عند اقسا ايه عند اقسا ارتفاع يبقى عند النقطة براف عند النقطة ايه هنا عند النقطة ايه 3- اذا علمت ان وزن السيارة الف نيوتين فوجد كل من الطاقة الميكانيكية للسيارة عند النقطة ايه 4- طاقت ميكانيكية للسيارة عند النقطة ايه بتسو طاقت الوضع 5- طاقت الوضع يبقى ايه الوزن في الارتفاع يبقى اول الف في الارتفاع 10 يبقى عشرة تلاف جول. اتنين. طاقة حركة السيارة عند النقطة بي. طبعا طاقة الحركة بتسوي الطاقة الميكينيكية. يبقى تسوي كام? ايضا عشرة تلاف جول. تلاتة. الشهر المقابل يوضح مستوى مائل. تنزلك عليه كرة كتلاتها خمسناشر كيلو جراء. الف كارن بين طاقتين وضع وحركة الكرة. عند النقاط ايه? و سي ودي. طيب بالنسبة ايه? نقطة الوضع بتكون اكبر ما يمكن. والحركة صفر. طيب عند النقطة سي. شوف هنا بتقل الادفعة. وهنا الرابط للارض. يعني الشراء بتكون كبيرة. فالحركة هي بقى لها تكون اكبر بقى. فالحركة بتكون اكبر منطقة مين الوضع. طيب عند النقطة دي. تتحركة اكبر ما يمكن والوضع هي اللي تساوي ايه? تساوي صفر. صح. باقى احسب. مكم واحد. طاقة الكرة قبل اسقطها. طبعا التطاقة هنا بتساوي ايه? طاقة الوضع فقط. طاقة تساوي ايه? الوزن في الارتفاع. طب الوزن كام? اقول اول خمسة عشر. ساوي كام مية وخمسين نيوتين. ده الوزن. ادرجية طاقة الوضع. بمية وخمسين. في الارتفاع كام? عشرين متر. بمية وخمسين. في عشرين. تساوي كام? تلات تلاف جول. يبقى ازا طاقة الوضع ساوي كام? تلات تلاف جول. طيب. اتنين. مربع سرعة الكرة على ارتفاع عشر متر. يعني في النص بالزبط. طيب حقولنا في النص التطاقة الميكينيكية عندي هنا فوق تلات تلاف. يبقى في النص كام? افهم السرعة بتساوي ايه? اهو. اتنين طبل الحركة على الكوتلة. يبقى مربع السرعة. مربع السرعة. بتساوي. اتنين فيه طسال حركة قلنا كان? الف وخمسمية. عل كوتلة كان خمسة عشر. بتساوي كام? بتساوي متين متر على السانية. الكل قسة اثنين. تساوي متين متر على السانية. الكل قسة اربعة الشكل المقابل يمثل حركة المتسابق وزنه يساوي الربعمائة نيوتين. بيسعد قمة منحنة ارتفاعه خمسة متر. بحسن. اقصى طاقة وضع يكتسبها. طاقة بتساوي ايه? الوزن في الارتفاع. يبقى قد الربعمائة في خمسة تساوي كام صفرين. والاربعة في خمسة بعشرين. يبقى يساوي كام الفين جول. يبقى يساوي كام الفين جول. طيب اتنين. طاقة حركته فيه نهاية المنحنة هنا. طيب. طاقة الوزن فوق بتساوي طاقة الحركة عند وصول الارض. افهم كين طاقة الحركة ايضا بتساوي الفين جول. بيساوي كام الفين جول. سيئة بالزبط. اربعة عشر. اسئلة متنوعة. رقم واحد. اسكر ثلاث صور مختلفة للطاقة موضحا مصدرها. زي مين? الطاقة الكهربية. الطاقة الكهربية. مصدرها ايه? الخلال الشمسية. الطاقة الحارية. مدفعة الفحم. الطاقة الضوئية. المصباح الكهربية. دي كلها صور ايه الطاقة? اتنين كارم بين طاقة الوضع وطاقة الحركة لجسم من حيثه. التعريف. طاقة الوضع الطاقة المختزنة بالجسم نتيجة شغل مبزول عليه. طيب. ايه العامل? مؤسرة. الوزن والارتفاع. طيب القانون طاقة الوضع بتسوي الوزن في الارتفاع. طيب. قيمة هما عند سكوت جسم من اعلى. طبعا في اعلى الارتفاع الطاقة الميكانيكية بتسوي طاقة الوضع. يعني طاقة الوضع بتكون اكبر ما يمكن. واسناء سكوت الجسم تتحول طاقة الوضع الى طاقة حركة. طيب تعالنا نشوف طاقة الحركة. هي الشغل المبزول اسناء حركة الجسم. طيب العوامل. الكوتلة والسرعة. طيب القانون ادى القانون. طاقة الحركة بتسوي نص الكوتلة في مربع السرعة. طيب كلمة هما عند سكوت جسم من اعلى. قلنا في اعلى الارتفاع. طاقة الوضع بتكون اكبر ما يمكن. اسناء سكوت الجسم تقيل طاقة الوضع وتزداد طاقة الحركة. لحظة وصولها السلحة الارض. طاقة الحركة بتكون اكبر ما يمكن. والوضع بتساوي ايه? طاقة الوضع بتساوي صفرة. اسئلة تقيس مستويات التفكير العلي. واحد. امام الكرتان من الحديد. على الاتفاع اتنين متر. من سلح الارض. اي العبارات القادلية صحيح. الف. وزن الكرة اكس. تساوي وزن الكرة واي. طبنا هم الاتنين حديد. وهنا حجم اكس اقل من حجم الواي. يبقى طبعا الاتنين لا يساوي بعض. يبقى عبارة خطئة. بقى طاقة وضع الكرة واي. اكبر من طاقة وضع الكرة اكس. لان وزنها اكبر. يبقى عبارة صحيح. رقم بقى. اتنين. علقت اربعة اجسام مختلفة الكتل. على ارتفاعات مختلفة. من سطحة الارض. كما يتضح من الشكل المقابل. ماء الجسم الذي تكون طاقة وضعه. اكبر ما يمكن. طاقة الوضع. تناس تناسبان ترضيا. مع الوزن والارتفاع. يعني هنشوف مين فيهم. اكبر وزن وكمان اكبر ارتفاع. طبعا اكبر ارتفاع هنا كام? اللي هو واحد تماما من عشر. ده اكبر ارتفاع. وكمان يعتبر ايه? عشر كيلو جرام. يعني اكبر من واحد واكبر من كام اربعة. تلاتة عشر او. بس اتفاع هنا كام? واحد باتنين من عشر. يبقى رقم ايه? رقم اتنين. يبقى رقم ايه. تلاتة. اذا كان الجسمين نفس طاقة الوضع وكانت كتلة الجسم الاول ضعف كتلة الجسم الثاني. اذا الاول. وهذا الثاني. اذا الكتلة. الاولاني اتنين الواحد. يعني اولاني اضعف الثاني. طيب فان الارتفاع اللي يجب عليه الجسم الاول. الارتفاع والكتلة علاقة عكسية. عكس بعض. يعني ارتفاع الاولاني هنا تنين الواحد يبقى يكون بقى واحد الى اتنين. يعني ايه? واحد الى اتنين يعني اعتبر ايه الاولاني? نصف التاني. يبقى اربعة اضعاف ولا ضعف ولا يسوي للنصف طبعا ايه? نصف. تبقى علاقة ايه? علاقة عكسية. اربعة. الشكل النقط يوضح العلاقة بين طاقة واضع جسم كزفة رأسيا لاعلى. ويرتفاعه عن سلح الارض. طيب. اللاقة بين طاقة الواضع الارتفاع علاقة ايه? اللاقة ترضية. طيب ايه الشكل ان هو اللي بيعبر علاقة ترضية? رقم اعلى. خمسة. جسم تحرك بسرعة اربعة متعة على السمية. علم بقى ان كسفته خمسة جرام على سنتيمتر مكعب. وحجمه الف سنتيمتر بقعب. فان طاقة حركته تساوي. طيب طاقة الحركة تساوي ايه? نص الكتلة في مربع السرعة. طيب. الكتلة موجودة? مش موجود. لكن بديني كسافة وبديني حاج. طيب الكتلة بتساوي ايه? الكسافة الحاج. يبقى خمسة في الف. ساوي كم? خمسة الاف جرام. خمسة الاف ايه? جرام. طيب. الكتلة لازم ان تكون ايه? بالكيلو جرام بقى. لازم تكون منء بالكيلو جرام? يبقى شاولها لاو. يبقى اسم على ايه? على الف. يبقى اقول خمسة الاف. على الف. سوا كان خمسة كيلو جرام. كله يبقى اللاهي جبنا ايه? جبنا الكتلة بكيلو جرام. طيب اجر كتلة الحركة تساوي ايه? نص الكتلة في مربع السرعة. يبقى نص في الكتلة خمسة. مربع السرعة يعني اربعة في اربعة �, ستتاشر. طيب. نص في خمسة باتنين ونص. اتنين ونص في ستاشر اربعية. يبقى ركم الف. يبقى اربعين جول. ركم الف. ستة. الشكل نقط يوضح علاقها بين طاقة حركة الجسم يسقط رأسيا ومربع سرعته. طيب قلنا مربع السرعة وي. طاقة حركة حركة ترضية. طيب الشكل انه اللي بعبر علاقة ترضية ركم الف ايضا. سبعة. عند منتصف المسافة الرأسية بين نقطة سكوت كرة وسطح الارض تكون النسبة بين طاقة حركة الكرة الى طاقة وضعها تساوي اللي اتنين بيساوي بعض. يعني هما الاتنين نفس رقم. يبقى النسبة بيساوي ايه? واحد الى واحد. يبقى رقم ايه? رقم باق. تمانية. كل قية كرة من المطاط من على الاتفاع اتنين متر. لتسكت على سطح المنددة. وعند ملامستها لسطح المنددة تحول جزء من طاقتها الميكانيكية الى الطاقة حيارية. وعندما ترتد الكرة الاعلى مرة اخرى فانها تصل الموضع ايه? ولا بي? ولا سي? ولا دي? طيب هي بتسكت من ارتفاع كام اتنين متر. يعني هي سقطت من ارتفاع الموضع سي. وهي فقدت جزء من الطاقة ايه? الميكانيكية في سورة الطاقة حيارية. يبقى هي لن تصل الى الموضع سي مرة اخر. لان في جزء من الطاقة هنا ايه? اهدرة على هي الطاقة حيارية. يبقى تصل الموضع مين? دي فقط. يبقى رقم ايه? رقم دي. لا. ستاشر. متى تتساوى كل من? واحد. طاقة وضع الجسم مع وزنه. هم? تتساوى ايه? الوزن في ارتفاع. طيب امتى طاقة الوضع تتساوى الوزن? لما يكون الوزن هنا بيساوى ايه? برافة. بيساوى الوحد الصحيح. يبقى عندما يكون الارتفاع الجسم واحد ايه? متر. اثنين. طاقة الوضع مع طاقة الحركة لجسم يسكت سكوتا حرا في منتصف المسافة الرأسية بين سكوت الجسم وسطح الارض. ثلاث. الطاقة الميكانيجية لجسم مع طاقة حراكته براف. لحزة وصوله الى سطح الارض. لحزة ايه? وصوله الى سطح الارض. لما يسكت مكان ايه? مرتفع. سبعة عشر. مساء المتنوعة. احسب طاقة وضع الكورة من النحاس حجمها ميت سنتيمتر بكعب. وكسافتها تمانية وتمانية من عشر جرام على سنتيمتر بكعب. عند رفعها لاعلى مسافة عشر متر. فوق سطحة ارض. طيب. هنجيب ايه الاول? الكوتلة. الكوتلة بتساوي ايه? الكسافة في الحي. يبقى تمانية وتمانية من عشرة في مية. بتساوي كام? تمانمية وتمانين جرام. احاولها لايه? لكيلو جرام. لان الكوتلة يسلكون بكيلو جرام. يبقى تمانمية وتمانين. على الف. سفر مع الصف. يبقى تساوي كام تمانية وتمانين من مية كيلو جرام. يبقى الوقت ايه? الكوتلة. تساوي كام تمانية وتمانين من مية كيلو جرام. طيب. قدر اجيب الوزن. الوزن بتساوي ايه? الكوتلة في عجلة الجهازة بي. يعني تمانين وتمانين من مية في عشرة. تساوي كام تمانية وتمانية من عشرة نتا. طيب طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع يبقى تمانية وتمانية من عشرة. في الارتفاع كام عشرة? بساوي كام تمانية وتمانين جول. بساوي كام تمانية وتمانين جول. اتنين جسم طاقة وضعه تلتمية وستين جول. وتحرك بسرعة اربعة wasn متى على الثاني والاء الارتفاع 6 متر. من سطح 45 احسن. تاقط حركة الجسم. يبقى الحركة بتسوي ايه? تاقط الحركة بتسوي نص الكوتلا في مربع السرعة. ثم سرعة موجود. لكن الكوتلا مش موجود. لكن مدين معطايرات قدر اجيب بها الكوتلا. الكوتلا بتسوي ايه? الوازن على عيد الجذبي. حيبه الوازن موجود? لا يبقى اجيب الوازن Roi Vale 잔ه التسوي. وتاقط الوازن على الارتفاع. وبعد كده ايه يعجيب منها ايه? الكوتلة. يبقى الوازن. الوازن. يساوي. طغط الوازة تلتمه ستين. على الاتفاع كام ستة? بتساوي كام ستين نوت. قد رجي الكوتلة? اه. كوتلة بتساوي ايه? الوازن على عائلة الجزوية. ستين على عشرة. يساوي كام ستة كيلو جرام. قد رجي تغطي حركة. نص الكوتلة في مربع السرعة. يبقى نص في ستة. في مربع السرعة يبقى كام اربعة في اربعة. تساوي كام ستتاشر. تساوي كام تمانية واربعين جولة. الطاقة الميكينيكية ايضا تساوي كام براف. يبقى اول مجموعة قطي الوازن والحركة. تلتمية وستين. تلتمية وستين زائد تمانية واربعين. تساوي كام ربعمية. وتمانية ايه? جولة. تلاتة. سخد الجسم كتلاته اربعة كيلو جرام. وكان سرعته. لاحظت استضامة بسطحة الارض عشرة ميتها على السانية. احسن. الف. اكبر طاقة حركة الجسم اثناء السكوت. طبعا اكبر طاقة حركة لحظة ايه? استضامة بالارض. طاقة حركة بتساوي ايه? نص في مربع ايه? في مربع السرعة. يبقى ان طاقة الحركة بتساوي. نص في الكتلة اربعة. مربع السرعة عن ايه? يعني عشرة في عشرة ساوي كام مية. ساوي كام ميتين جولة. بقى الارتفاع الذي سقط منه الجسم. طيب. معذة ايه? ان طاقة الوضع? عند اقسر ارتفاع تساوي طاقة الحركة لحظة وصول سسstart الارض. يعني هنا ت lekker حركة متين. افهم من كده ايه? ان طاقة الوضع بينهوت? ايضا تساوي كام ميتين جول. طيب الارتفاع بيساوي ايه? اهو? بيساوي. طاقة الوضع على الوازن. طاقة الوضع على الوازن بيساوي. والوضع موجود لا. يبقى يجيب الوزن اقول اربعة في عشرة بكام اربعين. يبقى متين عن اربعين في عكام يبقى خمسة متر. يبقى يساوي كام خمسة متر. اربعة. في الشكل المقابل اذا علمت ان مجموعة طاقتين الوضع والحركة لجسم كتلتهم خمسة كيلو جرام عند النقطة بي يساوي تسعمية جول. افهم من كده ايه? ان الطاقة الوضع ان هو تساوي كام تسعمية جول. عند اقصر ارتفاع. احسب طاقة حركته عند النقطة ايه? طيب. هجيب ايه? طاقة الوضع عند النقطة ايه? والنقص في طاقة الوضع هيساوي الزيادة في طاقة الحركة. يبقى يجيب مين? طاقة الوضع عند النقطة ايه? والنقص في طاقة الوضع هيساوي الزيادة في طاقة ايه? الاحركة. طاقة الوضع بتساوي ايه? طاقة الوضع. الوزن في الارتفاع. الوزن كام? خمسة كيلو جرامي. جدنا الوزن عطو. يبقى خمسة في عشرة اللي هو مين ده الوزن? فيه. الارتفاع كله كام? من ايه الى الارض خمستاشر. يبقى خمسة في عشر خمسين. خمسين في خمستاشر سوى كام? سبعمية وخمسين جول هنا. طيب كان فوق تسعمية. وتحت هنا لدينا نقطة ايه? سبعمية وخمسين. تبقى اذا انطقت الحركة يساوي. تسعمية. ناقل سبعمية وخمسين. يساوي مية وخمسين ايه جول. خمسة. قزف شخص كرة كتلتها تمانية كيلو جرام. رأسيا فكان اقصى ارتفاع ووصلت اليه اتناشر متر. عن سطحة الارض احسد طاقة الحركة لهذه الكرة. عندما تعود الى ارتفاع سبع متر. يعني. يبقى نجيب من الاول براف طاقة الوضع. فتبقى بتساوي ايه? فنقص الارتفاع الوزن في الارتفاع. ويزا طاقة الوضع. بيتساوي الوزن في الارتفاع. تبقى الوزن موجود? لا. يبقى اقول الكتلة كام هنا تمانية. اضراف عشرة يؤدي الوزن. يبقى تمانية في عشرة تمانية. في الارتفاع كام? اتناشر. سوى كام? تسعمية وستين جول. جول. ده ايه? طاقة الوضع لدي اقصى ايه? ارتفاع. طيب. هاجيه طاقة الوضع. عندها ارتفاع كام? سبعة? وهشوف. النقص في طاقة الوضع هيتساوي زيدها في طاقة ايه? الحركة. يبقى اذا طاقة الوضع بيتساوي. ثمانين في سبعة. تساوي كام? تساوي خمسمية وستين جول. يبقى ازا طاقة الحركة. تساوي ايه? تساوي. سعمية ستين نقص خمسمية وستين. تساوي كام? ربعمية جول. يبقى ازا طاقة ميكينيكية. نقص طاقة الوضع. يبقى اقول تسعمية وستين نقص خمسمية وستين. تساوي كام? ربعمية جول. يبقى طاقة الحركة الارتفاع سبع متر تساوي كام? ربعمية جول. شكل بياني مقابل يوضع علاقة بين ارتفاع الجسم عن سلحة الأرض وطاقة وضعه 1. ما قيمة طاقة وضع الجسم على ارتفاع 5 يبقى ارتفاع 5 واطلع فوق يبقى اتساوي كام؟ براف يبقى اتساوي 50 جول يبقى اتساوي كام؟ 50 جول 2. ما مقدر النقص في طاقة وضع الجسم عند سكوته من ارتفاع 7 متر الى ارتفاع 3 طيب على ارتفاع 7 هنا كام؟ 70 طيب وارتفاع 3 هنا كام؟ 30 يبقى 70 ناقص 30 يساوي كام؟ 40 جول 3 احسب وزن الجسم الوزن يساوي ايه؟ طاقة الوضع على الارتفاع طيب طاقة الوضع كام؟ 20 على 2 40 على 4 60 على 6 8 يساوي كام؟ 10 نيوتن ساعة 10 هنا 12 سنتيمتر هنا 12 سنتيمتر يبقى الايه والدي؟ يبقى الايه والدي اتنين ضع علامة صح او خطأ الف يزداد عمق الاثر الذي تحدثه الكرة في الرمال بزياد حجمها طبعا يبارة خطأ بزيادة مين؟ الكوتلة والارتفاع بقى كسافة مادة الكرة بيه اقل من كسافة اي مادة من مواد باقي الكرة طبعا عبارة صحيحة لانها اقل ايه؟ كوتلة وحجمها كبير والكوتلة والكسافة عليك ترضية والحجم والكسافة عليك ايه؟ عليك عكسيه اشتركوا في القناة